في الوقت الذي تسعى خلاله إسرائيل إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة تواجه إسرائيل بالمقابل تهديداً وجودياً لكيانها بفعل تصارع واتيرة الهجرة العكسية فلم يتعود الإسرائيليون على النزوح كان هذا المصطلح دائماً لصيقاً بالفلسطينيين منذ العام 48 ولكن منذ بدء الحرب الأخيرة في أكتوبر الماضي اضطر ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي إلى النزوح داخلياً بعيداً عن غلاف غزة فيما قاموا بإخلاء كافة المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية في إسرائيل مع لبنان ومنذ الولاية الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تواجه إسرائيل أعلى موجة هجرة عكسية في تاريخها لنحو حوالي مليون يهودي أغلبهم بعد بداية الحرب على قطاع غزة يمثل رقم المليون مهاجر عكسي من إسرائيل يمثل حوالي 14% من إجمالي يهود إسرائيل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 48 وهي نسبة كبيرة للغاية لدولة تعتمد بالأساس على جلب المهاجرين إليها من شتى بقاع الأرض وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فمنذ عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت نسبة الهجرة الدائمة بين الإسرائيليين إلى 285% وخلال الأشهر الأولى أو عفواً خلال الشهر الأول من العدوان على غزة غضر حوالي 30 ألف إسرائيلي البلاد بشكل دائم خوفاً من استهدافات المقاومة الفلسطينية فيما تشير الإحصاءات إلى انخفاض نسبة العائدين إلى إسرائيل من الخارج انخفضت إلى حوالي 21% ولم يعد إلى تل أبيب سوى ثمانية ألاف إسرائيلي فقط في الفترة بين شهري أكتوبر 23 ومارس 2024 القراءة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت أن القرار الإسرائيليين بالهجرة والانتقال للحياة في الخارج جاء بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات طويلة الأمد في المنطقة والتخوف من استداف الفصائل الفلسطينية للمدن الإسرائيلية كما خلق القلق الوجودي من استمرار دولة إسرائيل خاصة بعد إشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إهود باراك إلى أن بعض المعتقدات اليهودية والتلمودية تتحدث عن زوالي إسرائيل عند اكتمال العقد الثامن مثل ما حدث في الممالك اليهودية السابقة هذا هو كلام باراك الواقع يقول أن الداخل الإسرائيلي يفتقد للشعور بالأمن والأمان والثقة سواء بسبب استمرار الحرب على غزة أو لتصرفات حكومة اليمين الإسرائيلي التي تأخذ المنطقة برمتها نحو حرب سيكون من الصعب إخمادها